لا يوجد احتراض على المضيب القانون من حيث المبدأ تفضلوا اللجنة المالية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي قاب قوسيني أو أدنى من التصويت بعد انتهاء مجلس النواب من قراءته الأولى ففي ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين شدد نواب على ضرورة الإسراع بإقراره لتحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي القانون الأمن الغذائي هو قانون فعلا طارئ لمعالجة أمور مهمة هي مفردة البطاقة التموينية تكون 12 شهر بدل 6 شهور قضية الفلاحين واستحقاقاتهم لهذا العام قضية الكهرباء ومشكلة الصيف القادم إذن إحنا حقيقة هموم المواطن قضية المحاضرين أيضا اليوم يعني إن شاء الله ماضين بتضمينها استحقاقاتهم وتفعيل قراءة 315 وزارة التجارة تعول على قانون الدعم الطارئ في دفع مستحقات الفلاحين وتأمين الخزين الستراتيجي من مادة الحنطة إضافة إلى توفير السلة الغذائية التي تحتاج شهريا ما يقارب 300 مليون دولار بغية توزيع سبع مواد أساسية شهريا كان متوقع حقيقة لوزارة التجارة 9 تريون وأعتقد النقاشات المستمرة الآن في مجلس النواب مستمرة باتجاه أعطاء هذه الوزارة استحقاقاتها في موضوع لحقيقة الأمن الغذائي نحتاج بالضرورة القصوة لا ثلاثة بلايين طلل ونحتاج بالضرورة القصوة لا دعم الفلاحين والمزارعين فيما يقص وزارة التجارة هناك أمور واضحة للمخصص لهذا من قانون الدعم الغذائي ولا حاجة للشك السلة الغذائية نقدمها أو المواد الغذائية التي نلطيها المواطن تعتمد على تقصيصات الواردة من وزارة المالية وبالتالي نحن لحد الآن في هذه السنة نقدمين أربع حصص أو أربع سلات وزارة التجارة تحتاج إلى 12 حصة غذائية أو سلة غذائية التي تقديمها المواطن بالإضافة لأنها تحتاج خزين طوارئ وخزين ستراتيجي وترجح اللجنة المالية النيابية تمرير قانون الدعم الطارئ بعد الانتهاء من بعض الملاحظات والتعديلات على بعض بنوده وتشدد على أهميته في دعم القطاعات الأساسية كالتجارة والزراعة والكهرباء علي الأحمد العراقي الإخبارية بغداد